شاركت سلطنة عمان كضيف شرف في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي وترأس وفد سلطنة عمان معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية الذي تطرق خلال الاجتماع إلى وجهة النظر العمانية حول صنع السلام بمبادئها التوجهية المتجذرة في أكثر من ألف عام من الخبرة العملية في تقاسم مياه الأفلاج والتي تعكس قيم الحوار والتسامح وعدم التدخل وحسن الجوار كما تحدث معاليه عن أهمية الأخذ بمشاغل دول الجنوب في العالم معربا عن ثقته في أن المشاركة المكثفة متعددة الأطراف يمكن أن تسلط الضوء وتسهم في معالجة الأزمات المتعددة التي تواجه دول العالم في الطرابات سلاسل الإمداد وضائقة الديون والقضايا السياسية وكذلك التحديات المتعلقة بتغير المناخ وفي إطار مشاركته في اجتماع مجموعة العشرين التقى معالي السيد وزير الخارجية مع معالي كاثرين كولونا وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية بالجمهورية الفرنسية ومعالي ويبكي هيكسترا وزير الخارجية بمملكة نيدرلاندز ومعالي ماورو فييرا وزير خارجية جمهورية البرازيل وتناولت اللقاءات برامج التعاون الثنائي بين سلطنة عمان وفرنسا ونيدرلاندز والبرازيل وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك موسيقى